اشتركوا في القناة انه هذا الدزيز كان يكون بداخل البرونكيولز بداخل هذه القصبات الهوائية اما هنا فهي تصيب البارانكايمة يعني هي تصيب الالفيولاي تصيب العماكن المساحات بين الالفيولاي وممكن بعدين تسوي اكستنشن للبرونكيولز وهذه الأشياء بس ما تبدي منعتها هذا هو القصد بالبارانكايمة وممكن هذا الانفكشن يصير باي ايجنس من هالبكتيريا من هالفيروسز من هالفانغاي وحتى البرونكيولز ممكن تسوي التعريف مع النومونيا ما يكتمل الا ويعبارة والقصد بهذا يعني نسوي اكس راي ويطلع عنا انفلتريت وشوفنا انه اكو اماكن بها هذا اللي يقصد به بالراديولوجيكال فايندينجز وهذه الراديولوجيكال فايندينجز ممكن تكون سيجمنتل ممكن تكون لوبر ومالتي لوبر وبنهاية الفيديو راح اشوفكم يعني اكس رايات اخذنا من مرازم دكتورة هيبة وانا راح ناخذ يعني كل قصة من هالذين الاقسام والصور عليها فهزا اكو مين بوينتس بتعريف النومونيا هو انفكشن يصيب اللور ريس باتريتراك لانه الابر ريس باتريتراك ما راح يعتبر النومونيا ممكن يعتبر كمان كولد وذلك الاشياء زيان يصيب البارانكايمة اتصيب عدة باثوجينز ويا اهم شي راديولوجيكال فايندينجز النومونيا تتقسم الى كوميونيتي اكويرد خوزبيتال اكويرد وممكن يكون اكو نومونيا خاصة بالناس اللي عدهم في الامينو سوبرسيف ستيت وهو امينو كومبريمايز بهذه المحاضرة راح نركز على الكميونيتي وعالهوسبيتال ما منزلينا ملزمة على الامينو كومبريمايز وهو اكيد يعني هذا اني نفسيني صغيرا بالامينو كومبريمايز بس بشكل اقوى عدنا تصنيف اخر للنومونيا على حسب الراديولوجيكال فايندينجز نقدر نقسمها الى لوب ارنومونيا يعني نشوف الوب معين بهموجينوس اوباسيتي وهذا راح ناخذ بالاكسريات نهاية الفيديو وهذا يعني يصيب لوب محدد كل تركيزة باللوب المحدد فيكون يعني هموجينوس بينما البرونكونامونيا لا يصيب اكثر من اللوب ويكون باتشي الكونسولتيشن ما تمنوع باتشي ومو كومتليت يعني هموجينوس المهم اذن الاشياء بس تحلت يمين يعني فلشويت لاخ بالاكسرات هو اضحها اكثر هذا تيبل يحتي على الباثوجينز اللي تسبب بالبولمانري انفكشنز اكو تيبيكال نامونيا تسبب ببكتيريا مثلا اكثر واحد يعني يسوي هذي تيبيكال نامونيا بالكوميونيتي هو الستريبت كوكس نامونيا يعني هذا كلش مهم انه نعرف انه الستريبت يسوينا الموست كومن نامونيا بالكوميونيتي وبعد اكو هواية باثوجينز ايضا تسوي البكتيريا عدنا الاتيبيكال اهم واحد بالاتيبيكال اكثر واحد كومن هو المايكو بلازما نامونيا هم من يسوي الاشياء اللي تسوي نامونيا وتكون فيرال يعني هسه بالاخير صار كوفيد بس قبل كان يعني الانفلاونزا فنشوف انه هذا الجدول ما مطالب بحفظه بس شوية لاخرح ناخذ فالجدول اخر من دابتسن بيعني نوتس على كل واحدة من هذين الباثوجينز زيان فهناك مطالب تحفظ النوتس اللي عليهم لانه هنه مادة للمسيكيوات احنا مثلا نشوف انه ستريت اكثر واحد كومن تحفظ انه المايكو بلازما هو اكثر واحد كومن فيعني اه تعرف هذي يسوي هذي يسوي اتيبيكال هذي يسوي اتيبيكال هذي هو المطلوب من هذا الجدول من بقية الاشياء لا ترهق نفسك بيهن قبل ما نبدي نحشى عالنمونيا نقول لازم نفرقها عن النيمونايتس اللي هو في انفلميشين يصير باللانغز اللي غالبا مثلا يصير بالناس اللي يعدهم اكيوبيشنال ديزيزز يعني جماعة الكيميكالز الارتنس اذن الاشياء زيان او مرات لا اصلا اوتو اميون بروسيسز فاحنا لازم نفرق النمونايتس عن النمونيا شوان افرق نمونايتس عن النمونيا اكو واي اشياء ممكن نتفرق اللي بينهم يعني بالكينيكال فاينيكز وبالهيستري بس هذا الشيء ما مطلوب بس اعندها ذكرة يعني حتى المحاضرة تكون مور انترستنج او مور بورنج حسب المودماتك المهم هذا نمونايتس يعني يصير بسبب يصير بسبب يعني وغالبا يكون يجي كل مريض يعني يشكو من هذه الحالة يشكو من ديسنية مثلا يشكو من كاف ويعني صار لفترة كلش طويلة يعني صار لفت شهور شهور عديدة زيان لانه دائما يتعرض لهذا الشيء وبالاكوبيشن مالته نشوف ان النمونايتس مو كل شي توالى مويا الفيفر مو كل شي توالى مويا يعني مو دائما العراض مالته هيش اشياء دائما العراض مالته تكون كاف دائما العراض مالته تكون دسنية فعنا ناخذ هستري مال هذان ممكن ناخذ هستري مال ممكن اكو بعض البراجز تسوي ايضا نمونايتس مرات حتى يلقون انه اذا سوى لبرونكوسكوبي وسوى لها هذا اللافاج مالبرونكوسكوبي اللي كانوا يغسلوها ويسحبون المي يعني يغسلون برونكيولز وكذا يسحبون المي منها رح يشوفون انه يكون كلش عالي لانه منوع من الالرجي نوع من الالرجي فهذان الاشياء ممكن ترهموني النامونايتس اللي هو طريق مختلف جدا عن اللي رح نمشي به عن طريقنا الاساسي اللي هو النومونية الدايجنوزممم كل الشي يختلف عن الدايجنوزمممونايتس المهمة سنطلع من هذا الفرع الجانبي وندخل بطريقنا الاساسي اللي هو النومونية الكميونيتي أكوير نومونيا نشوف انه مالته يختلف يعني يكون غالباً هواية بالناس اللي very young وبالناس اللي very old لهذا اللي very old ممكن يسموه old man's friend أو كذا زيان المورتاليتي ريت أكيد يعني منطقياً يكون أكثر بالvery old أما بالنسبة للأطفال فوضعهم أسوأ لأنه الكميونيتي أكوارد نيمونية continues to kill more children than any other illness الروت of infection شون يصير السبريت شون يصير الانفكشن يكون بواسطة للدروبلت انفكشن زيان اللي يصير بال healthy individual هذا الدروبلت هو نفسه اللي يقولون يعني ينزل على صدري يعني من شنت صغير كان دائماً تصير عن دينامونيا وشنت كل شعاني من عدها ومجرد تصير بيه نشلاس مع أهلها هيكون هسا ينزل على صدري وتنزل على صدري فهذا بطريقة الانتقال الدروبلت إنه ممكن من الشخص نفسه زيان هذا الباثوجينز اللي موجودة بالـ upper respiratory tract ممكن يصير بيها يعني في النوع من الـ aspiration وتنزل للـ lower respiratory tract أو في الـ exposure يصير إدها ويعني يسوي لنا النمونيا أكو بعض الفاكترز مثلاً local defenses ممكن تعرض الشخص لـ community acquired pneumonia وكاتب بالبوكس بلو لأنه ناسخة نصاً من دابتسن وما حط البوكس يعني كل شعاش تيدك بس هو بشكل عام هذا البوكس بدافتسن يعني ما بي معلومات مهمة كلش يعني يحش على الـ local defenses والـ immunosuppression شون ممكن يكون وبعض الفاكرز الأخرى مثلاً إذا شخص عنده انستيزيا أو شخص صار عنده aspiration لسبب ما disturbed consciousness ويعني هذين الأشياء اللي كلش بديهية ويعني مستحيل ينسئل بيهن الـ strep pneumonia هو يعني most common infecting agent بالـ community acquired أهم شي تركز انه بالـ community acquired لما نروح نحكي على الـ hospital acquired المعادلة تختلف الـ strep pneumonia ما يلعب هذا الدور و والـ viral infections هي important cause بالـ children إضافة للـ adults risk factors اللي predisposes to pneumonia يعني تقدروا انتقروها كلش بديهية زيان هسا نحكي على الـ clinical features أكو general clinical features وأكو يعني أشياء خاصة بالـ respiratory system general symptoms يعني مشكل عن fever riggers shivering ممكن حتى vomiting في بعض الأحيان يصير وهذا الـ vomiting يعني ممكن يكون مور ويمشي ويها أكثر ويها محسب التكس بوكس قبل واصل vomiting يعني حتى يمشي ويها كورونا نشوف انه أيضا loss of appetite نشوف انه أكو headaches أيضا كون العراض البلمانري أيضا باديهية يعني تشوف انه breathlessness وكاف اللي بالبداية الكاف يكون short يعني يخرش الصدر ويكون dry بس شوية شوية يبدي يطلع يعني sputum أعتقد كلنا صار بنا pneumonia وكلنا نعرف يعني الكاف شون يتدرج والألوان ما تتهمين تدرج بالبداية تبدي لونة yellow تغرينش وشوية شوية يعني يفك ويصر أبيض أكو أشياء بالcolor من ال sputum منها rustic colored sputum هذا يكون بالstrap pneumonia هذا الشيء يعني كلش مهم ينحفظ زي ويعني occasional patient may report hemoptysis يعني الشخص ممكن عباله انه هو هذا sputum بhemoptysis فانت لازم تتأكد لازم يعني هذا لك هذا sputum وتتأكد انه رستي وتعرف تصير differentiation عن الhemoptysis البروتك chest pain ايضا ممكن يكون موجود مرات يصير عندنا upper abdominal tenderness خصصا بالناس اللي عندهم lower lobe pneumonia بايزلر بايزلر نمونيا هذه نمونيا ممكن تخرش يعني هذه الاماكن الفسرة اللي متصلة بيها يعني اللي تكون قريبة عليها خصا بالليبر ممكن تسوي لهذا احنا مرات بالinvestigation نسوي يعني بالنمونيا تكون يعني بداخل الالفيولاي اكو حالة من الانفلميشن يعني هو تخيل بداخل الالفيولاي راح تجي الانفلميشن ويعني السوائل والإفرازات يعني راح تتشار هنا وهناك وهذا الشيء راح يؤدي الى محاولة من الجسم انه يعني يحتوي هذا الانفلميشن ويسوي انه هذا الفائبر ستشيو عليه هو يسوي انه الانفلميشن اكو الابيرانس مالتها اكو فتفايزيس تصير اثناء هذا الانفلميشن اللي يكون داخل وهذا على حسب يعني كأنه تظهر بمظهرها كما يبدو بالاسلاد الوراء راح اشرح هذا الموضوع بشكل اكثر تفصيلا بس خلناخذ انه اكو هذا راح يسوي يفيد بال يعني فلهذا ممكن تسمع زيان بسبب يوصل الساوند اكثر وتسمع ايضا يعني ما ادري اللي يطيرون هيا هذا مرادف اللي نحط سماعة ونقول اقول او اربعة واربعين مهم يعني تحط السماعة وتسمع بهذا ال وهذا الساوند زيان وممكن تسمع ايضا بالنمونية بعض احيانا تحط السماعات وتسمع الصوت من الكراكلز هايب شي تعرف انه هذان العشاة يصبح بها انه تسمع تسمع بس الشيء اللي تسمع قليل هو هذا طبيعي هذا يكون قليل بس على حسابه رح يزداد ال برونكيال بريدنج رح يزداد ويصبح أكو كراكلز فاهم شي لا لا تخربط وتقول انه بالنمونية رح يصير أكو زيادة بالبريدنج ساوندس خطأ بس بس بريدنج هو اللي يضغى هو اللي يكون دومينات وانت تسمع عسنا نرجع على سالفة الهيباتيزايشن الريد والوايت هيباتيزايشن نشوف انه اللي تصير يعني مثلا أكفة باثوجين والجسم حاس انه أكو زياد فأول انه هايبريميا وأديمة يعني تصير أديمة بسبب الإفرازات اللي تصير على هذا الباثوجين فعني الستيج الثاني اللي هو الريد يعني أول استيج انهينا ريت تقريبا زياد هاي حالة العركة اللي تصير يعني حرفيا عالية بهذا على على فرازات على سوائل فهذه يصير ريت يسمون هذا ينعكس بالسبيوتم بداية الاسبيوتم يكون باللون غامق يعني يكون مرات يكون رستي مرات يعني يكون يعني فدونا غامق شوي شوي يبدي يفتح يصير أصفر وشوي ممكن يعني يصير أبيض لا يغركم اللون الأخضر اللي بالنهاية بس يعني القصد بس 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 يكون أبيض هذا يكون بسبب هذا يعني لما يكون يقل يعني هاي الصور الأربعة الفيفر زيان يعني الفيفر بالستيج الأحمر يعني يعني يكون عالي وكل ما نوصل نشوف أنه الفيفر يكون قليل حقيقة بالنمونيا هذا الموضوع موكل مهم أهمية هذا الموضوع كانت بملازم الملازم مثلا باللنج تشوف أنه الشخص كان يمر بحالات تجي وتروح تجي وتروح الفيفر والسبيوت مهم يعني يبدأ كلشي غامق وبعدين يصير ومرت اللوخ يرجع غامق بسبب أنه الجسم ما ده يقدر يتخلص من بالنمونيا مرة واحدة تصير هذه وتروح بينما بالإنفلم التي تصير ببيئة مغلقة ببيئة ما تعرف تصرف الباثوجينز اللي بداخلها مثل الأبسس والبرونكيكتاسيز تشوف أنه هذا الستيج رايح جاي دام من بها مزيلا فهذا هو موضوع الهيفتازيشن أعتقد مذكور أكثر شي بالباثوهم بس مهم عرفت يعني تطبيق هذا من ليش حطيت لأنه قبل شيئا نحك على وقلنا بمثلا كاف بفيفر بسبيوتم ببلورتك شس بين احنا بأبتو دائت شي يقول يقول البيئات اللي مثلا يكون ماراتهم ما يكون زيان نشوف أنه السيمتمز مو كل يش تكون ظاهرة مثلا الفيفر ما تلقى ممكن حتى الكاف مو كل يش تلقى لسبيوتم لأنه موكو كاف ممكن هميا ما تلقى فهذول الناس ممكن ممكن يعني هذا اللي يصير لهم ممكن هو أنا بردهات وبتاشنات البطنية مرات من أروح أشوف أنه هكو ناس مالتهم تكون كأنه هي نيورو بس لما تشوف مالتهم راح تشوف أنه معدهم نامونية ممكن هذه النامونية صارت لهم لما جوي للهوسبيتال وصار بس المهم يعني النسبة منها ممكن تكون أنه شخص كبير والأميون سيستم مالتهم 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 فما راح يظهر أعراض النامونية بشكل كبير فخلي بالك شخص كبير بالسن عند مجرد خلي بالك أنه ممكن يكون عند نامونية وما يقدر يسوي بصورة صحيحة هذه بعض النوت على بعض الباثوجين آسف على هذه الصورة اللوان التي شونها بس أنا غيرت لتلاحظون صورة الملزمة وسوتها بالأبيض لأنه لا أعرف أقرأ لأنه لازم باللون الغامغ لكن هذه فقر ليس تكست فما عرف تغيرها لا أستطيع تغيرها الظاهر هي مجرد صورة وحاطيها المهم فالستريبتوكوكال تشوف مالتها رابد وممكن تكون مصحوبة ب هيربيس لبياليس و رستي سيبيوتام هذه الجملة الثانية كلها مهمة قل عليها ستراب نيمونيا قل عليها عندها هيربيس لبياليس مثلا لطوات حمى تصير على شفة مالتها وعندها نيمونيا عند عراض كاف و سيبيوتام و شك بي انه ستراب نيمونيا بكتيريميا اشتراب نيمونيا و مو كلش نقطة مهمة مو كلش نقطة سبيسيك المايكو بلازما غالبا تكون بالاشخاص اللي يعني شخص جاك او مثلا جاك بكيس قال لك مايكو بلازما وشخص عمره فوق 60 سنة يعني ممكن يكون بس هذا هوا المايكو بلازما المايكو بلازما يكون يعني ابيديميكس يكون غالبا يعني ابيديميكس تكون بالخريف هذا همين مو مهمة بس هي مرات تجيبوها يعني انه هي مهمة تشوف انه يعني شخص عنده عراض نامونيا وبنفس الوقت عنده هيموليطيك أنيميا تشوف انه الهموغلوبين مع تقليل عنده فهذا تقول انه سبب مور لايك لتو بي مايكو بلازما نامونيا بعض المنفستيشن همين ممكن تلقاها مثلا ستيفن جونسون سندروم او فهذه ايضا ممكن تطيق انه هذا مايكو بلازما نامونيا انا شخص عند نامونيا ونفس الوقت عندها جلده احمر ببابيول وذين السوالف فتقول مايكو بلازما وبعض الاعراض الاخرى منها بالقلب منها بالملنجيز منها جودانبغي سندروم بس مو اهمية الهموليطيك انيميا و اهمية السكين مانفستيشن هذا السلاد اخر من يقول نامونيا اللي تأتي من المايكو بلازما نامونيا يكون غالبا مال يكون صعب تلقى شخص بالهوسبتال وتشوك انه مو كلش الا هو اصلا جاي للهوسبتال وصار ليوم واحد فهذا مايعتبر مو ممكن يكون مو المهم انه شوف انه تفرق المايكو بلازما نامونيا عن ال الاخرى هو اصلا مرات مو كلش تبين واذا بينت فما هكتر افرق انه مجرد من الاشعة اقول انه هذي ميكو بلازما لو معثلا ستريب نامونيا واي شي اخر ما كو هذا الفرق بس شون افرق لين كلي شون يصر عندي انه انه ما تكون سلو بينما لو شوف بجزوة قبل شوية اللي اخذنا بال ستريب ستريب نامونيا كان مالتها يعني ممكن بيوم بيوما الشخص السيمتون ما تتطور الفيفر تتطور بينما هذا يكون بطيء نشوف انه اكو منها مثلا رينوريا فرينجايتس ممكن حتى اكتهاب بالاذن هذا مو كلش بس المور سبيسيفك منه هو الهيموليسيس هو الهيموليديك عنية مثل ما قلنا يعني يطينا سججشن انه هذا مايكو بلازما اللي جنالة هميا ببعض النقاط ميدل تول ايج يعني الايج مالتا يكون اكثر من المايكو بلازما يكون غالبا يعني مثلا بالهوتل بالهوسبيتال يعني تشوف انه اكو سمتز مو كلش سبيسيفك يعني لو تشوف هيدك مو اشياء سبيسيفك ابت اللاب ابنورماليتيز ممكن تلقى هايبوناتريميا 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 وهذه همين مو سبيسيفك ثم سنأخذ سيفيريتي ماركرز خاصة بالنمونيا وهذا اني كلهم بهين يعني الهيبوناتريميا 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 الهيبوالبينيميا هذاني بهين بالسيفيريتي ماركرز يعني مو سبيسيفك للجنيلة وانا متعن حطيناها سيفيريتي للنمونيا بشكل عام مو مو من قدوخ نفسك بهين مو مو وانا اللو بدلكم لجنيلة اصلا ماطخ الهيبوناتريميا تشوف انه همين بشكل عام الاشياء اللي تكون الهيبوناتريميا الهيبوناتريميا تكون لونجر يعني الهيبوناتريميا همين يكون لونجر الهيبوناتريميا يكون الهيبوناتريميا والدياغنوس مع الكلاميديا يكون بالسيرولوجي تبقي يعني الكلاميديا همين ما بيها شي سبيسيك الهيبوناتريميا هذا يعني بأشياء سبيسيك يعني يكون اذا شخص تشك بي انه اهيبوناتريميا بالاشخاص اللي يعدهم مثلا مثل زيان فهذا ممكن يجي امسك انه بايشن ود نمونيا مور لاك موس لاك يكون الانفلاوانزا يكون بالاشخاص اللي عادهم بالاشخاص اللي اه تصير به بعد الانفلاوانزا يعني اشان اصار بالانفلاوانزا بعدين سوا نمونيا فتشك انه الانفلاوانزا ممكن تشوف يعني اكثر من لوب يعني موضوع مور سبير والستاف مو هيت يعني مو مثل اللي يكون كيوت وممكن يتعالج يعني استاف لعشوية موضوع اصعب وتشوف انه مرات ب واخو شي اسمن ملا عرف شان الفض ها بس يعني هي حسب ما بحث تكون يعني بداخل اللانج ممكن يسوي انه استيومالايتس اندوكار لائتس فيعني اهم ثلاث نقاط بالستاف انه شخص صار بانفلاوانزا بعدين صار نامونيا فتقول هذا استاف شخص عنده يعني اكثر من لوب به هذه الاشياء ومثل عنده فهمين ممكن تشوك انه استاف مو استاف الوحيد بس يعني ويعني اذا شفت انه شخص دينمونيا وبعدين عنده افسس اخرى مثلا مثلا البراين او عنده مثلا فهمين تشوك انه هذا يحكي على طبعا قبل شوية من حكينا على كان اسمها بس غالبا بالناس اللي يعني خصوص اللي جاي بها من برة زيان ولي جاي بها مع الزينة فهاتي الطيور ممكن نسوي لهم فعني حافظ انه قريب من قريب من الطيور فيعني هذا ممكن يساعدكم ويحفظها اكو واحد لاخ اسمه كوكسيلا والكوكسيلا يسمو كيو فيفر هذي يكون غالبا بالعمال اللي يعني بالمزارع اللي مثلا يحلبون الابقار وهذا الاشياء زيان او ممكن يعني يجيبون يعني الحيوانات مالتهم لانه الاميناتو كفلوود والبلاسينتا مالت مالذيش الحيوانات بها فهذه اهم نقطة بها يعني اذا شخص بنيمونيا هو فارمر فممكن تشكح بهذا الشي لا تخلي هذر الجدول الممل ينسيك اهمية الكلابسيلا الكلابسيلا يعني مادة 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 حلوة تشوف انه مال ويكون مال يعني كيس انمونيا يكون الكهوليك زيان زيان كيس بور دنت الهايجين مور لايكلي كلابسيلا كيس دايابيتك عند نامونيا مور لايكلي كلابسيلا زيان حتى السبيوتا مالت كان يعني كان نجلي هذا اللون احمر وكذا زيان هذا الكيس همير ممكن يضع جاك فتقول كلابسيلا هذا كان موجود وهمير ممكن يسوي ويكون بال يعني كان ابن فانا انا اذا اريد ابدع فراح اقول لك شخص بالعراق زيان وعند نلقاها بال وحط لك بالخيارات شنون اللي تسبب هذا الشي وحط لك وحط لك اعتقد حتى يكون امسكيه اخلاقي لازم احطفت جملة هي شي مخبئة تستثني بس بعدني مقارمة زبت فما اعرف وهذا اخير واحد اسرائيلي اللي اخذناه بالانفكشز العام ام كان يسوي هو يعني وممكن يسوي باللمس ويتذكرون بعدين الابدومنال اللي يكون اقل منه بس همين يسوي وهمين يكون بالناس الدينتال هايجين مراتهم يكون كلش قليل عدنا بعدين اللي تسوي النامونيا وهذا الجذول تقريبا ديرها الجهبي الموديول كله بالانفكشز فتشوف انه واحد من الكوزز هو الانفلاونزا والبارانفلاونزا والميزلز هذا ان يمكن يسوي نامونيا كومبليكايتد باي ساكندري باكتريال فيحنا قلنا اذا اكون نامونيا صار وراء باكتريال هذا الباكتريال انفكشن يكون غالبا ستاف زين شنو هذا الكوز اللي سوى نامونيا بحيث يسهل وصول الستاف فنشوف انه الفلاونزا والبارانفلاونزا والميزلز بالنسبة للهيربيز فيسوينا تريكيو برونكايتس او مثلا يسوينا نامونيا بالناس الامينو سبريس نعرف الهيربيز هو اصلا طبيعته انه ويضنضم روحة ويطلع بالستيت فهميني تراهم النمونيا بالامينو سبريس ممكن يكون هيربيز سيمبليكس الفاريسيلا تسوينا سفير نمونيا النمونيا اللي تسويها سفير وسوي الهيلينغ مالتها ويسمال نوديولز اللي تصير بها ويتبين بالأكس راي يعني حتى الهيلينغ مالته هو الفاريسيلا زوستر هذا اللي كان يسوي يعني هذا الاني الاشياء زيان فحتى هناك كان يسوي نوديولز وهذه النوديولز تتشافة شوي شوية مرة تترك أثر مرات لا فهذا يعني من ذاك حتى تذكر أن الفاريسيلا يسوي يعني ويخليها تبين بالأكسري الأدينوفيروس همين ممكن يسوي يسويها يعني غالبا بالمالنوريشت تشيلدرن وبالامينو كومبرمايزد أدولت يعني حال حال الهيربيز بالنسبة للامينو كومبرمايز بس يعني الفاكة الجديدة بي أنه هو مالنوريشت تشيلدرن ممكن يسوي لهم نامونيا السايتوميغالي يسوي يعني نامونيا وكذا بالترانس بلانت يعني هذا كلش يعني ينطي للسايتوميغالي فيروس إذا كان أكو شخص يسوي مثلا أورغان ترانس بلانت وبعدين يعني سوى نامونيا صار عنده نامونيا وقام يكوح وكذا فإنشك بالسايتوميغالي فيروس الكورونا فيروس اللي هو السارس اسوسييتد وحسب أني هذا يقصد به هذا مال2003 اللي صار يعني هذا اللي يكون يعني أكو درجة حرارة كلش عالية مالايز ومسل ايكس درايكاف بريثلسنس بعشرة أيام من السفر إلى منطقة بها صار أفكتد بالأبيديميك زيان بس هذا السارس اللي يقصد به هذا اللي صار بأفمان ثلاثة مال جيمال وماندري شنو وشوي شوي سوا ببلمانر انفكشن هذا السلايد يحتي على الكوفيد كوفيد نايتين يعني حطيتها يعني سلايد خارجي بس يعني ملزم أنا مهني حرامات تمشي ومنحتي على كوفيد بيها نشوف أنه السيمتمز مالتها كاف ميالجياز هيداك يعني هم المصد كومن ريبورت السيمتمز لو تلاحظون أنه ريسباراتري سيمتمز أوكي موجودة بس أكو أشياء خارجي ريسباراتري مثل الميالجياز التعب والهيداك وذين الأشياء هم من كلش كومن بالنمونية اللي تسويها فيروسات وخصوصا الكوفيد بينما النمونية اللي تتويها بكتيريا خصوصا الستريب تكون يعني تبيكال نمونية نمونية بغالب السيمتمز مالتها تكون ريسباراتري المهم اضر فيترز دايرية سورة ثروت يعني جي اي تي سيمتمز موجودة بالكوفيد لأنه موجودة بالجي اي تي وممكن أيضا والكوفيد ممكن يسوي نمونية وهذه النمونية تكون بها كاف ديسنية يكون بايلاترالي مو بمكان واحد واحنا سلطلنا نقول للشخص اللي يفقد الشام والتيست مالتها انه هو يعني عنده كوفيد بس هو مو كل شي يعني بس يعني هو تشاف هو بانديميك حاليا فيعني ننتهم به الكوفيد اكثر من غيره من الفيروسات بس الشي المور انه يستر عندنا ديسنية اه يعني تحس انه اكو هو اول شي بدا فيه وممكن شوي شوي قحقح بس وراء اسبوع بدت عندنا ديسنية يعني كأنه الحالة صارت سيفير اكثر النمونية صارت مور سيفير فهذا ممكن ينطي سجيشن لكوفيد بس يعني يعني من جرد سجيشن مو سبيسيك عندنا ديفرينشيل دياغنوسيز مع النمونية اكو اشياء تجي يعني تقريبا باعراض مشابهة للنمونية منها البولمونري انفراكشن التيبي ممكن الاديمة الإزينوفيليا المانيجنسيز وبعض الرير ديسوردرز هسا ناخذ الاشياء المهمة ونعرف شون في الرقبنات واحد من ديفرينشيل دياغنوسيز مع النمونية انه ممكن يكون بالمونري امبوليزم او مثلا بالمونري امبوليزم امبوليزم مرات الحشر وفاد ارتري وتسوينا امفراكشن فنشوف العراض مالتهمين ديسنية بلورتك تشست بين الشيء الاضافي ممكن يكون يعني ممكن يطيك فاد اندكيشن انه ها هذي ممكن تكون نمونية بس الاشياء اللي تقرب لي انه اشوف الشخص يعني عنده مثلا عنده فترة طويلة بعد العملية قاعد ويعني ما متحرك ممكن اشوفها تاكيبنية تاكيكاردية وهذه يعني ممكن تكون بكل شيء بس الشيء المحدد الآخر هو هذا بالديي بي تي زيان فهذا ممكن يطيكيشن انه هذي صعدت وممكن سواتلي قلنا واحد من الدفرينشيل هو البلمانري قديمة اللي ممكن يكون يعني الهارت فيلير وهنا نعرف العراض ما البلمانري قديمة المصحوبة بالهارت فيلير يعني مثلا ممكن عندك لما يسوي اكزيرشن ممكن لما ارثوبنية لما يصير لاين قفلات همين تطلع عنده فهذه الاشياء ممكن سوي للهارت فيلير بالفيزيكال اجي 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 اسوي لاشوف وهذا ما لقينها بالنمونيا اوكي هذا ممكن ينطي انه هو بالمانري عديمة الكراكلز همين كانت في الهارت فيلير ويكون بيزلة وتكون بالنمونيا مو دائما تلقاها بالنمونيا اذا انت محترف ممكن تسمع وممكن يعني يصير وممكن تشوف بالرجل مالتا ويعني بالاطراف كذا وممكن تشوف انه اكو في البريفرال قديمة فهذا يزيد الناس ويفرق النايا عن النمونيا وبعد اكو واحد من النامونيا انه اشك بالنيو بلازم وهذا يعني يكون بس نفكر به اذا كان عندنا ويعني ويكون يعني هواي يدخن والفيتشار اللي نلقاها مثلا يعني قبل كان يقوح كح عادية يعني ويطلع اخضر اصفر هس قام يطلع مثلا ندم بها فهذا حتى هو اخترع ويجأ يعني هو قبل يقوح ويطلع بلغام يعني ما مهتم للسال فيعرف انه من تدخين او كذا او متصالح وياها بس لما شاف بها دم هو رح يحس بخذ ورح يجي وممكن نلقى يعني مثلا نلقا نلقا نلقاها هم نلقا فهذا في مكان محدد محدد من اللنغ هو اللي مسوي لهذا يعني هذه المنفستيشن فهنا نابدي اشوك باللنغ كانسر فهذه هي اخذنا اليمبوليزم اخذنا الهارد اخذنا الكنسر وبالملزمة جاية رح ناخذ التيبي بس التيبي بشكل عام تتعرفون العراض مالتا وعنه 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 ويت لوس وهذا هل لشخص عند نامونيا هاي الاشياء ندزها دائما يعني بأي شخص نشوف انه نشوف انه عنده زين او ممكن يكون عنده اللي هو وهذا بحد ذاته يعني اذا سويت لشخص عند نامونيا وشفت انه ما حتى كلش عالية او كلش ناصية هذا يعتبر ياخد نقطة بالنقاط السيفيرتي مرات من اشوف انه اكو لوكوس عالية من هذي شفت انه اكو اعلى واحدة صاعدة بيهن فهنان رح يخليني افكر بالبكتيريال اتيولوجي زين يعني قولي في البكتيريال هاي اللي مساوي هذا شي مثلا او يعني انواع البكتيريال الاخرى يعني ما افكر بالفيرال لما اشوف النوتروفيل باللوكوس سايتوس الهيموليوتيك انيميا مثل ما قلنا هي اه احد الماركرات ما السيفيرتي الاخرى هي اليوريا لما سويت يوريا وشفتها اكثر من 7 ملي مول او تقريبا 27 ملي قرام على ديسي ليتر هذا ماركر اوف سيفيرتي اليوريا كل اشتصاد بهذا يعني بهذا التوقيت اللي هو هو يعني شخص اذا جاك شخصين نمونية بالمستشفى وشفت انه واحد يعني واحد لا يعني كلش قليل فتتوقع انه اللي عنده كلش قليل يعني نمونية مول سيفير مول سيفير مول اعلى زيان ليش داي صر هايبوناتريمية ببعض الكيسز او السيفير كيسز مال نمونية يقولون هذا الانت دارتك هورمون يصير بسياد هذا ال سيندروم انابروبريايت انت دارتك هورمون سيكريشن ومعضي اقفاد ميكانزم معين مو كلش نون ومو كلش مشروح زيان يخلي السيفير كيسز مال نمونية تجبر الجسم انه يفرز اا ايدي احي وافراز ال ايدي احي بكمية كبيرة رح يخلي الجسم يحتفظ بكمية كبيرة من الماء اوكي فلما احتفظ بكمية كبيرة من الماء هذا خفف السوديوم وسوان حالة هايبوناتريمية فانت تشوف احد الاسباب مال سياد هذا رح تشوف انه من احد الاسباب المقترحة هي المونية الموني ممكن يسوى يعني زيادة بي فهذا هو السبب ايضا ممكن نسوي ونشوف اذا كان اكو هذا يعني انه النمونية غالبا تكون يعني يعني ممكن يعني يصير او يصير ويصير ويصير وممكن نلقى هايبو البومينيميا زيادة البومينيميا يكون قليل وهذا ايضا الهايبو البومينيميا ما لا علاقة بهذا الانجري او اللي يصير بين النمونية او بحكم القرب من عدها لا هذا يعني هذي يقل بسبب ميكانزم اخر لانه الالبومين يعتبر من احنا نعرف بالانفلاميشن لما يصير اكو مثلا مثلا زيان هذان يزيد لهذا مثلا نشوف انه نسوي التحاليل نقاها عالية بالشخص اللي عند الالبومين لا الالبومين يعني لما يصير تلقى اصلا يقل يعني يضمضم رأس سيدخاذل لما الموضوع يصير صعب وجدي سي بعد نشوف انه الاسر ال ايثروسايد سيديمنتيشن ريت يعني او سي راكتف بروتين اه نوت سبيسي فيكلي الفيتد يعني ممكن تلقاها الفيتد بس مرات ممكن مو سبيسي الفيتد مالتها لا هو كلش عالي بحيث يطيني سبيسي سبيسي او اصلا مرات بعض الانفكشنز مثل يعني ما راح يرتفع فعني ما اقدر اعتمد عليه بالنمونية اه اشوف انه اذا لقيت بكتيريميا هذا ماركر اوف سيفيرتي حيث صار ادنا هاي لازم تتفهمون عليهم بدينا قلنا لما عالية كلش او ناصية كلش قلنا اليوريا الحيبوناتريميا الحيبوالبونيميا والبكتيريميا السيرولوجي يفيدنا يعني بالميكوبلازمة بالإكلاميديا بالليجنلة يفيدوا السيرولوجي ويفيد بالبارل يعني تشوفون كوفيد دائما لطبون براتهات من المستشفى تشوفون في حصولهم الـ IgG وال-IgM زيلا فهذا همين يفيدنا كسيرولوجي كدايجنوسيز يعني أو كا نسوي بشكل عام لأسباب النمونية نلقى بالبكتير اللي تكون عدهم ميكوبلازمة والـ Arterial Blood Gases نسويها لما شفنا الـ Oxygen Saturation ما التي قل عن 93 أو لما أشوف المريض صار deterioration بي صار severe case يعني حتى أقيم حالة الأسيدوسيز لأنه تعرف أنه لما CO2 يتراكم لما الشخص ما يتنفذ زيان يصر عنده الـ Spiratory Failure CO2 يتراكم يصر عنده أسيدوسيز وهذه الحالة خطرة فأنا أحاول أعالج هذا الموضوع فأخذ إجراء استباقي الـ Arterial Blood Gases ABG بنسبة للـ Sputum أسوي لها Gram Staining وCulture وAntimicrobial Sensitivity Testing والـ Oropharyngeal Swap هذا يعني بالPCR للـ Mycoplasma للـ Atypical Pathogens وأيضا يسويه للـ Corona فهذا من الـ Part of Investigation اليورين بالنمونوكوكل أو اللوجينيلا أنتجينز يعني مرات يعني أقو أنتجينز لللوجينيلا أقو أنتجينز لبعض النموكوكل زين نلقاها بالـ Urine فممكن نسويه فحص لـ Urine بس أنا ما أعتقد هذا الشيء هذا سلاحج من يقول أنه اللي نلقاه بينما يعني مو كلش بس ينطيني أنه هذا يعني تذا طبيت بردها غالبا مرضى النمونيا راح تشوف أنه عندهم كلش عالي وهو أصلا كلش ناصفة وهو وهمين ودالقات بالكرياتينين باليوريا هذا همين يطيني هو ويعني لازم نحطه بالهوسبيتل وأعتقد قبل شوية أخذنا أنه قلنا هو بعدها بالنمونيا احنا قلنا يحتمل على مثلا و أهم شي اللي كان بالتعريف هو يعني لازم نلقى بالنمونيا اللي نلقى فهد أوبس فكيشن هوموجينيس كونسوليديشن ونلقى أيضا إير برونكو جرام بالبرونكو نمونيا نلقى الباتشي بالكومبليكيشنز مالتا ممكن تكون يعني بارانمونيك فيوجين اللي أخذنا بالمحاضرة السابقة ممكن يسوينا ممكن يسوينا وعذا النموة اللي اللي حجينا عليه ببداية المحاضرة يعني ممكن نسوي بس هذا شوكي تأكيد لما عنده فهد فأسحب وعني ممكن ندسها مايكروبيولوجي وأعيد وأكرر اللي النمونيا رح ناخذ بشكل مفصل بنهاية الفيديو بهذا السلايد يحتي إنه يطينا لدياقن 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 لأن التعريف يعتمد عليه اللي برنامونيا نلقى ويظهر 12 إلى 18 ساعة بال يعني ممكن شخص يجيك الترييشن مالتا سريع صار عنده وقحة وما تلقى عنده شي إذا تخليه ينتظر 12 إلى 18 ساعة أو حسب الساعات اللي باقيت لمن إجالك وهذا عبارة عن يصير بسبب الإكسبوجر ما اللي توفر النمونيا على ممكن مرات نلقى وأخذ ملزمت أنه النمونيا ممكن أيضا تسوي لأبسس خصوصا إذا كانت البيئة مغلقة صار أكو معين ميونكس تقيل ما يقدر يتنظف أو كذا فممكن أيضا توفر بأصالح الأبسس وممكن أيضا نسوي إمباييمة فإذا يقول بهذا السلاد أن الريولوجي يقدر يكشف لكل سالف من هذين السؤال لأنه كل شوار حال الأبسس ب ال الفيوجين يبين الإمباييمة تبين بال X-ray بشكل D-shape أو نلقى الأنهانس بلوراساين يعني بال CT عدنا شيء كل مهم اسمه CURB 65 score هذا scoring system يساعدنا بالاختيار الأنتيبايتكس يساعدنا أنه هل نحط المريض بالمستشفى لأ ويعني يطينا في المريض هذا مثلا بعد شهر جد نسبة المورتالي رايت مالتا الكرب score كل مهم يعني يشوفوا مثلا هذي دراسة أخذوا 718 patient المين age مالتهم 64 سنة وشافوا الكرب score مالتهم وبعد 30 يوم شافوا المورتالي رايت مالتهم فشافوا اللي ما عنده أي نقطة بال كرب سكور 0.7 بالمية بس المورتالي رايت مالته يعني بعد شهر ممكن نسبة تقارب الصفر أنه يموت بينما الشخص اللي عنده نقطة واحدة 2 بالمية اللي عنده نقطتين 9 بالمية اللي عنده 3 نقاط 14 ونص بالمية بينما اللي عنده 4 نقاط بهذا ال كرب 65 score بنسبة الموت مالت 40 بالمية خلال شهر فيعني إذا عندك مينة مريض 40 منهم ممكن يموتون إذا محقق 4 نقاط أما الخمس نقاط فهمت شا عدهم أحصائية ثابتة لأنه الناس اللي موجودين بهذه الدراسة كانوا كلش قليلين وهم معدهم خمس نقاط يعني هذا مو شي عبد للحفوض بس شي وضح لك أهمية هذا score يعني ممكن من خلال أتوقع أنه قد ممكن يموتون خلال شهر ومو بس هذا يعني من خلال أقدر أعرف هذا داخل وهو وهذا أطلع برا هو يروح يعني بالبيت يأخبر مالت زيان وما أتحاسب أنا ماشي على شي أكاديمي ماشي على شي قانوني أنه عندي يعني مثلا إذا score مالت واحد وأنا بعد فترة مات ما علي مشكلة قانونية لأنه ريسك مالت يعني كلش قليل 2.2% فعلش نو أجيب أحط بالهو ويعني ممكن أصلا الانفكشنز اللي تصير بي والأشياء اللي تصير بي أخطر من هال 2% فعني هذا score يأمن ظهرك كل حرف من عنده ينطيني على فاكتر معين زيان فعني C stands for confusion U for urea اللي هي أكثر من 7 مليمول R اللي تكون أكثر من 30 per minute ال B تكون لل blood pressure اللي السيستوليك أقل من 90 ال يكون أقل من 60 يعني عنده أدنى حالة من 65 يرمز لل age ال age إذا أكثر من 65 سنة فهذا أيضا يأخذ نقطة فهذا خمس نقاط نشوف اللي عنده صفر إلى نقطة واحدة فهذا يعني suitable أنه أدزل ال home treatment أما إذا عنده نقطتين فحط under supervision أشوف أنه شون يستجيب فلا هذا يعني بال hospital لازم معالجة بال hospital أهميا أسوي أنه هل يدخل بالردهات اللي نحن نخد نروحها بالبطنية لو يدخل لل ICU قبل شوية أخذنا الشخص اللي بنامونيا وال كورب سكور مالت كان كلش عالي فنحط ه بال hospital ونقيم هل هو يستحق يروح ICU لا فهذه هذي الأشياء يدخليني أحدد أنه أحط بشكل عام يعني مجرد حالة تسوق ويصير سيفير كيس تحط بس إذا تريد تفهم أنه لما أربعة وخمسة زيان وطات وما فات زيان فهذا ممكن أن أدزل ل إذا كان عدي ما قليل أقل من 60 ملي ملي ملك رغم أنه أنا أصلا من طي في أهم من أودي ICU آآ كلي شي تصير بروغراسيف آآ كلي ش بروغراسيف لأنه هايبركابنية أكو آآ سيركولاتري شوك لأنه أصلا قلنا أحد الرسك ما أحد يعني هو فلما صار عنده كان كل صار هو هذا أيضا أنه ودي لل وإيضا عنده هذا اللي كان بال يعني كل زداد بحيث تسوى زين هسا المانجمينت ما الكيسيز ما النمونية هي الأكسجينيشن والأنتبااتيك هاي الأعمدة الرئيسية بالمانجمينت ما النمونية الأعمدة الرئيسية مثلا بالمانجمينت ما أزمة كان عندنا غير أشياء كان أكسجين وأكسجين بينما هنا لا أكسجين وانتيبايتك ثيرافي وإذا هنا أكسجين ننطي الأكسجين ننطي اللي يعودهم تاكبنية هايبوكسيمية هايبوتنشن أسيدوسيز زيان ونحاول يعني نصعد الأكسجين ساتوريشن مالاتهم يعني فوق أو يعني 92 بحلود 92 ننطي بأول كيسز اللي دونوت هايبوركابنية أسوسييتد يعني أنا مسموح لي أنطي هايبوركابنية للكيسز مانمونية زيان بحالة أنه ما يكونون سي أو بي دي ليش لأنه سي أو بي دي أكو أكو ناس بالسي أو بي دي عدهم كرونيك إليفايشن بالسي أو تو زيان فهذول عدهم هايبوركابنية ومتعودي عليها جسمهم متعودي عليها إحنا بشكل عام لما يرتفع عدنا سي أو تو كناس أصحة يعني إذا سديت خشمي ويرتفع السي أو تو رحاشهق بسرعة وتنفس تنفسها سريعة حتى أسوي ووشن آوت لهذا السي أو تو بينما ذولاك جماعة السي أو بي دي الجسم تعودي على هاي الكرونيك لبلز فالرسباراتري سنترز اللي خلتني هسه أشهق ويعني تنفس بسرعة حتى تسوي ووشن آوت ما رح تكون بنفس بالناس اللي عدهم سي أو بي دي ما رح تكون يعني مستعدة تسوي ووشن آوت على السي أو تو فيعني عدهم سي أو تو عالي وما يسوي الووشن آوت والجسم ما تعود عليه خلاص يعني هو سي أو بي دي البوفر ستشتغل الرينال تقوم يعني تسوي السوال في البايكاربونيت حتى تعادل الموضوع فلهذا الشخص اللي عنده سي أو بي دي شو وقت يتصر عنده تكبنية شو وقت يقوم يتنفس بسرعة شو وقت يسوي واشن آوت لسي أو تو لما الأكسجين ما تكون قليل لما الأكسجين ما تتعني الحيبوكسية صار عنده فساعتها رسباتري سنتر ستتحفز فأني إذا جيت لهذا الشخص مع سي أو بي دي اللي هو معتمد بس على الهايبوكسية زيان ومطيت هاي أكسجين كونسنتر فأني جيت طيرت للهايبوكسية لهذا الشخص زيان اللي هو معتمد عليها بالتنفس معتمد عليها حتى يسوي التاكبنية فبعد ما حطيت للأكسجين بس ها واخر الأكسجين خلاص رسباتري سنتر زمات منتهى بعد ما تقوم تتنفس لأن الهايبوكسية طارت ويرادلها فترة طويلة يلا ترجع تتعود تقول إنه ها أكو هايبوكسية وحتى تجيها إشارات إنه هايبوكسية وبهاي الفترة يعني المريض ميته رايح من إيدك لازم نتأكد إنه المريض ما عنده وما عنده ومرات يعني الطون الثاني أول شي قلنا أكسجين ثاني شي فلويد بالانس الثالث شي أنتيبيوكس فهسا نقيم الفلويد بالانس فهو نطيل السبير كيسيز الالبايشينت الناس اللي عندهم فلازم نعوضهم الماء اللي أخذوه مرات نطيق حتى يعني الشخص اللي عنده يعني أساعد مالتا حتى يعني يرجع ناله عدنا أيضا زيان فالأذن مالتا هو اللي عالق يعني بس الأشياء اللي تخليتني عالجة تخليه شافة من النمونية هي الانتيبيويتك تريتمينت يعني مو شي ثابت يعني على مرات يعني يعني يا منطقة هذي يكون ليهج بكتيريا بهاي المنطقة ما يكون ليهج بكتيريا يعني مو يعني مو ثابت موضوع على حسب الكونتكت أو حتى على حسب الطبيب بشكل عام يعني يعني مرتهم سبعة إلى عشرة أيام هو اللي يكفي زيان بس يعني مرات مرتفع بالبيشن اللي عدهم ليجونيلا ستافي ستافي لكوكل ستاف يعني ستاف ووريا ستاف ولكلبسيلا هذول الناس يحتاجون لونغ لتريتم كورس زيان فهذا النمونية سبعة إلى عشرة أيام هذي اللي يعني مو كوميكايتد أكو إنديكيشن إنو نطول التريتمنت من اللي جونيلا والستاف والكلابسيلا أكو حتى بالملازم السابقة أكو فالشي كان يزيد التريتمنت أربعة إلى ستة أسابيع هو همين كان يعني فالإنديكيشن إنو نطول التريتمنت الأورال أنتيبياتيك يعني كافية بس أكيد يعني كلما كانت الكيس السفير كلما نطيها فهس التريتمنت أنتيبياتيك تريتمنت للكوميونيتي أكوارد نمونيا على حسب دافيتسن فنشوف إنو نمونيا ننطيها أموكسيسيلين إذا كان ألرجيك للبنسيلين فننطي الماكرولايت يعني كلاريثرومايسين أو إلثرومايسين إذا كان عندنا ستاف فرح ننطي الأشياء اللي ضد الفلوكسيسيلين وننطي إلثرومايسين أيضا إذا كان مايكو بلازما فرح نطي الماكرولايت نفس حالة الشخص عند ألرجي تو أنطي ماكرولايت أو إلثرومايسين بس أزيد بالسفير كيسيس أطي رفامبسين هذا اللي نطي للتيبي جنا نطي الجماعة اللي بروسي زي فهذا أيضا نطي بحالات الماكروبلازما بالسفير أموكسيسيلين وهذا الكو أفلينك أسيد أو كذا هذا اللي يروح يحطم البنسيلينيز اللي موجودة عند البكتيريا زي فهنا أنطي بنسيلين وأنطي الدرع مالته هذا الكو زي أو ممكن أنطي سيفترايكسون وأخلص من هذه المشكلة سيفترايكسون أيضا اللي نطي اللي هو عبارة مسبورين وأكو رجع من آخر مالأموكسيسيلين وفلوكسيسيلين ويعني هذين الأشياء بس يعني أحفظ الشي الستاندرد اللي كانوا يطوح حسب دافيدسون أنه ماكرولايد أنطي كوميكسيكلاف أو سيفترايكسون إذا شخص عنده فأنت أنطي مثلا ممكن أنطي ممكن أسوي فيزيو ثيرابي يساعد بال حيث يخلي يعني يطلع البلغم يعني نمر عليها مرور الكرام قلنا بسبب هذا كل شي كمان ممكن أيضا تصير يعني قريب على ذا يعني فلويد هذا مراتي سوي إنا لوبر زين الرأة تصير بها لأن إذا أكو سبيوتم حاصرة جزء من الرأة أو جزء من البرونكاي زين الجزء الثاني ما يوصل لهوا وكذا يصير بي ممكن أيضا يصير يعني ممكن يصير المهمة ممكن يصير يعني هذه نقطة مهمة ممكن نجيب لك نيمونيا صار مع نيمونيا اللي سوتها بنقول لك ممكن تصير بعد أكو أشياء يعني رينال فيليار رسباطري فيليار ممكن اكتوب ابسس فورميشن يعني ممكن تكون باللانك أو ممكن تكون خارج خارج اللان مثلا بالبراين أبسس هاي تسوي هاي تسويها بالليفر بالهارت زيان أو مثلا بايركسية بسبب دراك شخص عنده حساسية مثلا بنسلين هاي زيان فممكن ايضا يصير عنده باركسية بسبب الدراك أو ممكن باركسية لأنه أصناب بعد ما مشافي من النموني عموما هاي يعني ما أحب تحفظ هن مجرد نشوف علي هاي هاي بالنسبة للبروغنوسيز فنشوف انه يعني يستجيبون الانتيبايتكس الفيفر يعني هذي نقطة شوية مهمة انه ما يعني ما يتشاف وما يرجع إلا بعد قد الأسابيع أو شهور زين خزن يعني يبقى وياهم لفترة طويلة زين اذا صار فشك انه صار أو يعني مو نفسه او مرات في نمونيا تصير زين فتصير نمونيا وتبقى مرة اللوخ حتى جسم بشافاها أو يعني قضاء عليها زين رح ترجع مرة اللوخ رح ترجع مرة لخ نمونيا لأن هو اللي يدي يسوي لي هو اللي يدي يسوي لي بيئة مغلقة صالحة للجراثيم زين فيعني لازم افكر انه ممكن اكون معين صغير يعني اقل من واحد بالمية بشكل عام وذا يعني بال فممكن تزيد الى او حسب اللي حتشينا عليه يعني ما رح طول بها هواية بس انبه على بعض الاشياء اللي يعني تحتاج للحفظ يعني بشكل عام اللي يصير يعني تصير بالهوسبتل وهي لأن الاولى هي بينما هي المرتبة الثانية بس هي يعني اللي يسوي الدث يعني هي صح بعد الـ UTI بالمرتبة بس هي تكتل اكثر من الـ UTI وهي بها عدة انواع يعني هي النمونية اللي تصير بالتايم فريم اللي بعد ثمانية وارمعين ساعة او اكثر من يعني اذا شخص طب بالهوسبتل واول عشرين ساعة صار عنده نمونية هذا من زمي اوسبتل اكوار ساعة كلش مهم بعد من ثمانية وارمعين الى ثانين وسبعين ساعة يصير عدهم وكو هلث كير اسوسييتد يعني هما مو الناس اللي راقدين بالمستشفى بشكل حرفي بس يجي مثلا للمستشفى عن هيمو دياليسيز او مثلا استلم زيان وبقى فد كان الى علاقة بالمراكز الصحية لمدة اكثر من يومين زيان فهذا نعتبره ما نعتبره لانه اصلا الرقود مالتم مو بشكل يعني نموذجي بالمستشفى ما باقي بالمستشفى يعني مثلا جاي يومين بس عالمود دياليسيز ورايح جاي عالمود فدسالفة بسيطة ما طولت اكثر تتيام وراح يعني ما نسمي لانه الهوسبتل كانو ثقيلة كانو ما الواحد صال لهوايا بالانتنسيف كار يونت هو تفريق يعني بايخ وما لداعي موضوع الاتيولوجي يعني شوية اهم من الرسلات السابق الاتيولوجي بي early onset وبي late onset هذو الهوسبتل اكواردنامونيا اذا صار باول اربع خمسة ايام احنا قلنا اول يومين يلا نعتبره فاذا صار اربع الى خمسة ايام فالأورغانيزمز اللي تسوي هذا الشي تكون غالبا مثل اللي تسوي الكميونيتي اكواردنامونيا اللي هي نفس البكتيريا مثل الستريب الاتيبيكال ممكن تسوينا الفيروس فعني بعد early فقريب يعني الرئيجي ما تقريب على الكميونيتي بينما لأعادة يعني صار لفترة طويلة ويكون غالبا جرام نيكاتف البكتيريا يعني هنا الان الشي الجديد اللي صار نيكاتف بكتيريا فلهذا رح نطي انتيبيوتكس اتغطي اللي جرام نيكاتف بكتيريا مثل وحتى ممكن نفكر بالستاف هو مو جرام نيكاتف بس يعني نفكر بيه هميا لما الفيزت بالهوسبتال يبقى يعني الشخص يبقى راقل بالهوسبتال لمدة يعني تعبر الاسبوع والاسبوعين اكو فاكترز تسوي الهوسبتال اكواردنامونيا او تسهل هذه النمونيا يعني تخليها تصير عدل البقية من هل الهوسبتال اللي تقيل والاسبريشن وكذا ما حطتها بالسلايد لانه شغلة بدئية مجرد طلعوا عليها يعني هذا هو كافي اضر مملة بما فيه الكفاية واني ما رد اشوه السمواتي الكلينيكال فيتشار هذا اهم بهواية من الاسبوعات السابقة الهوسبتال اكوارد نمونيا اجي افكر بي لما الشخص اللي راقت قدامي بالمستشفى وصل لها فترة طويلة بالمستشفى اشوف انه عنده بيورلينت سبيوتم اشوفه يبدي يعني يقوح ويظلع سبيوتم بيورلينت وايضا اندو تريكيل سيكريشنز يعني مرات شخص بالمستشفى ممكن فاقد وعي او ممكن نايم تخدير اوفد شي زيان فممكن ما اشوف السبيوتم ممكن ما يكون عنده فهذا انا رح اشوفه من خلال الانابيب اللي اني موصلها بالبيشنز ويعني ممكن اشوف من خلال السيكريشنز زيان فهذه من النقاط المهمة النقطة الثانية انه اشوف نيوراديولوجيكال انفلتريت زيان لسبب ما سوت لا تشست اكس راي وشوفت انفلتريت جديد فهنا انا ابدي افكر انه هذا يعني ممكن القى يعني كان قبل يرتاح على مثلا شايفين كورونا خمسة وعشرة وخمسة عشرة بيت تركيز مع الاكسجين وكذا زيان فقبل تحط على خمسة ويرتاح حسا مثلا رفعت التركيز مالتو سوتها عشرة اه يا دوب اصلا دي لاحق ودي يفيد وياه فليش ليش الاكسجين الزيادة اللي يحتاجها زيان فابدي افكر انه ممكن عندها نامونيا ممكن اكثر من ثمانية ثلاثين بوينتو ثلاثة ممكن ايلقى كلش عالية او اللي هي تكون ناصية هذاني الاشياء مو كلش سبيسيفك للهوسبيتال اكوارد نامونيا يعني وجودهن ما يقول لي انه هذا الشخص ب اه بس يقول لي اكو سامثين ويقول لي انه فكر ب او فكر يعني بحالة جديدة تطورت للمريض لما هو بالمستشفى فاني لا تغلس عليهم لما شوفيش اشياء فكر بعدة اشياء من هذه الاشياء اللي هي الهوسبيتال والاكسجين واشياء تشوفهم بالانفتيجيشن يعني مثلا راديولوجيكال انفلتريت هذا بالأكس راي التمبرجر لما نجيب محرار وقيس لياه اللوكوسايتوسيز هذا اللاب يعني يعني قيت للدم وكذا فهذا نجد اشياء بالانفتيجيشن اثنيا بالانسبكشن كما نجمين بال اكوارد نامونيا نشوف انه لازم ننطي انتباعتك ثيرابي ننطي يعني غطينا هواي اشياء لانه احنا نعرف كل ما بالمستشفى اكثر كل ما يعني ممكن تكون اكثر زيان ونفس المعلومات مع المالنمونيا العادية انه نعتمد على اللي موجود زيان اشياء تصال بالمستشفى يعني اشياء تدور في عقل الطبيب يعني مدقل الها قواعة ثابتة فايش اشياء مر انتخليك تحدد الانتيبايتكس الادكويت نوفر يعني اما من سيفالسبورين الثرد جنوريشن اللي هو السيفوتاكسيم وامينوغلايكوسايد مثلا جنتامايسين ايضا ننطي وبعد عندما نكون الالترنتبز همين ممكن تنطي بس احنا احفظ ثرد جنوريشن سيفالسبورين وممكن ننطي امينوغلايكوسايد المرسا زيان احنا قلنا كل ما بالهوسبيتال اكثر كل ما ممكن يكون فهذا تريتت ويا انترافينيس فانكومايسين وبعد اشياء اخرى مثلا دوكسايل كلين ريفامبسين رينيزولد بس يعني اهم شي ما تفكر بالبنسلين العادي وبعد يبقى الفيزيو ثرابي والأكسجين ثرابي والفلويد والمونيترين هذا نفس النقاط اللي ذكرناهم فيعني هذي ايضا مهمة بالنوزو حال انا رح يتغير وراح يكون يعني تورد مور تورد غرام نيجاتيف مور تورد مرس رزيستنس فيعني هش اشياء هسا يجا دور الاكسري استخلصت السلايدات من الملزمة الاولى مع والملزمة الثانية استخلصت منها السلايدات كوفيد فتقريبا صار عدنا 19 سلايد موضوع السلايد بشكل عام تعريف هو الالفيولاي شكوا بها كان بها هوا هسا رح يصير بها سوائل وفلود وعني باس وكل يمكن تتخيله بسبب الانفلاميشن زيان فهو اتذكر بالمحاضرة حتى عن الانفلاميشن اللي يصير بداخل الالفيولاي واللي ينأكس كلون سيبيوتن بالخارج وينأكس على الفيبر الجسم المريض فيعني هذا هو الكونسوليديشن بشكل عامل الكونسوليديشن هو نلقى بي علامة اسمها وماعدنا زيان زيان شنو هي اول شي انه هو اصلا تحس انه او مثلا صار اقفة ويخلي تروح مثلا يصعد الدايفرام لفوق فعني هذي ما تلقاها بالكونسوليديشن هذه صورة طلع مهمة جدا بالنمونية اللي اسمها الاربرونكو لو تشوفون بهذه الصورة اكو شي غريب انه باللانج يعني بداخل احد اللانج تشوف انه البرونكاية تتظهر يعني اكو فتسواد بداخل هذا الكونسوليديشن عبالك اخصان شجرة ايش فروع مال شجرة من بين يعني هذا السواد هذا برونكاية تتبين خلال اكس راي وهذا من احد البرونكاية للمونية يعني اذا شفتها رح اقول هذي نمونية زين ليش دايصير هذي سالفة البرونكوغرام ليش دايصير بالنمونية نشوف قبل يعني بالأكس راي العادي مش شخص العادي مت انه نشوف هذه البرونكاية مت انه نشوف هذه الاخصان مثل ما نقول بالأكس راي العادي مجرد نشوف يعني لانج سودة ليش لانه قبل بحالة البرونكاية بقت بها هوا واسود بس الالفيولاي صار بها انفلاميشن الالفيولاي صار بها باس وفلويد وسبب هالأشياء عن انفلاميشن فالأشياء اللي بداخل الالفيولاي قامت تبين بيضة والأشياء اللي بداخل البرونكاية تبين سودة فهذا الكنتراست تبين هنا بالأكس راي على شكل اير برونكوغرام بعبارة اخرى هاي البرونكوغرام الير برونكوغرام او هذي الأخصان مع شجرة هي كانت already there بالأكس راي العادي بس مجلنا نشوفها احنا لانه 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 سودة وكل شي طبيعي باللان بس لما الالفيولاي ما لاتها صارت بيضة صار بها الكنسولوديشن فهذا هو اللي خلاها تبين بهذا الشكل مع الأخصان شجرة عدنا ساين آخر مهم كلش بالكونسولوديشن اسمه سلويتنج ساين او سلويت ساين هذا سلويت ساين ببساطة لما شغلتين يكونن بنفس المكان والهن نفس الدنسيتي زيان واحد رح يغطي على الاخ واحد رح يغطي على البوردر مع الاخ يعني هي ببساطة عملية تخريب اذا اجل وسوى سلويتنج ساين فيعني خرب في المكان معين احنا نعرف حدوده الواضحة بالسابق وحقيقة احنا ما نبتش على هذا التخريب اللي صار بالأكس راي وانما نستفاد منه لانه نحدز المكان يعني انت ما تقدر تسوي وتمسح الحدود مالتي وتخليها مو واضحة الا اذا انت قاعد بصفي قاعد وياي بنفس الغرفة فمن خلال هذا اللي هذا الجدور ماللوكاليزيشن بيسلويتين كلش كلش مهم هذا الغرف اللي احجي عليه يعني اذا كان قاعد ويا الاسنين ايورتة بنفس الغرفة هذا الكون وغطى على حدود الاسنين ايورتة رح اقول عليه هذا الكون ايورتة بالرايت ابرلوب اما اذا كان يغطي على الرايت هارت بوردر فرح اقول بالرايت ميدل لوب اما اذا اغطي على فرح اقول بالرايت لورلوب نفس الحالة بالصفحة الثانية اذا اغطي على ايورت اذا اغطي على هذا يسمي ابرلوب اما اذا اغطي على الرايت هارت ايورتة هذا رح اقول عليه اللي بالليفت شوية ممكن يخربط اكثر لانه بس اثنين عدنا والحد الليفت هارت بوردر هذا كل ابرلوب اما الهيمي دايفرام هيكون زيان هسا هذي الصورة نشوف اول شي انه اكس راي نشوف اكو موجود بال زيان زيان نسا نبعدنا بالأكس راي نشوف بالرايت ميدل زون وراح راح نقول انه شفنا زيان وهذا مغطي على فساعتها راح نقول يعني ما اقول رأسا اذا طلبوا من عندي وصف ما اقول رأسا انه هذا مغطي بالرايت ميدل لاب لانه اول شي دا اشوف الاكس راي زيان واحد الاكوفة موجود بالزون لانه دا شوف فاقول اول شي زون بعدين اقول شفت وهذه السلويت تساوي انه موجود بالرايت ميدل لاب لانه تغطي لي على والموضوع سهل كل شي تشوف هذه الصورة من من بين موجود موجود بالرايت ابر لاب بس قبل اقول انه موجود بالرايت ابر زون بهادي الصورات موجود بالميدل واللور زون بال يعني بالليفت اه لانه اوكي اه وراها شو راح نقول راح نقول اكوف هذا مغطي على لا مغطي الهيمي دايفرام الهيمي دا تشوف يعني انا لا اقدر اقشر عليه اقدر اشوف الحدود ما التى اقشر عليه فهذا مغطي على الهيمي دايفرام فاقول هو وهذا بعد اوضح من عنده نشوف انه هو الهيمي دايفرام فاقول هذه صورة للبرونكونامونيا احنا اخذنا بداية المحاضرة اذا تذكرون اضافة الى بلوبر وبرونكونامونيا وقلنا يخص لوب محدد من اللنج وهس اخذنا هاي اخذنا هان كلهن كانت لوبر بينما القسم الثاني اللي هو البرونكونامونيا البرونكونامونيا يعني ما تلقاها يعني محددة بلوب واحد تلقاها يعني مشمرة مقشرة كل مكان زيان واللي تشوفها بالبرونكونامونيا انه ماكو سلويتنج ساين يعني الى درجة ما تجد تتحدد الهارد بودر يعني بخاذي الصورة اصلاح مسويتلي يعني فد سلويتنج ساين شوية بالليفت سايد بالليفت هارد بودر بس مو كله يعني لو تشوف الهارد بودر مو كله صار به سلويتنج لانه اصلاً ايش راندوم عشوائي ملطخ اجزاء من اللنغ زيان بسبب هذا الكونسولوديشن فهذا برونكونامونيا هذه صورة اخرى لبرونكونامونيا تشوف انه اكو يعني متوزع على عدة لنغات وهي اسيمتريكال بايلاترال باتشي كونسولوديشن هسه نجي الى سلايدات الكوبيد بالكونسولوديشن اخذنا يعني بالأكس راي شفنا هذا كونسولوديشن وشفنا انه يعني الكلور ما تشون يعني شون الاباسيتي ما تشون اللي تكون عبالك بلون ابيض ويعني ابيض طوخ بينما هنان بكوبيد رح يمشي بيانا مصطلح جديد اسمه ground glass opacity وهذا ground glass opacity نلقاه غالبا بالCT scans يعني منسمي ground glass opacity على اكس راي زيان فلو تشوفون ground glass opacity اللي موجودة بهذه الصورة تشوف هي يعني جنة بس مو كلش غامقة اللون الابيض مو كلش غامق بحيث ممكن شوية اشوف اللي جواها اقدر اشوف او احدد التكستر ما يعني الاشياء اللي موجودة جواها زيان فهذا هو ground glass opacity يعني كأنك تشوف من جامع وعليها شوية ضباب فهذه صور اللي تلقاها بCOVID-19 تشوف انه هي رقعات موزعة ويعني قلت لك هي جامع وضبابية يعني مو كلش consolidation طوخ اللون مالته بCOVID ما تلقي بس ground glass opacity يعني هذا مجرد احد الساينات وهو وفد الساين كل الشاعع بCOVID يعني حسب ما قرأت تقريبا 77% من مرضى COVID إذا سبطت لهم X-ray ممكن تلقى عودهم هذا ground glass opacity بس ممكن تلقى غير اشياء مثلا تلقى crazy paving pattern اللي يعني عبارة عن ground glass وبها septal thickening صراح الموضوع هذا يعني صعب ومعاقد زين هو بالشي CT scan وبالCT scan تعرف crazy paving يعني يعني فالشي كلش صعب وممكن تلقى CT scan همين consolidation with air bronchogram زين هذا حالة حال النمونية اللي كنا نشوفها انه consolidation air bronchogram زين وقلنا هو sign specific للنمونية زين ووحد أسواب النمونية هو الكوفيد في الكوفيد ممكن يسوي لي نمونية مجرد الفكرة انه مو بس ground glass بكوفيد اكو هاي اشياء بس ground glass من الأشياء الشائعة هذا ايضا سلايد مهم الدكتور قالت اسأل عليه اللي هو الفيتشرز مع الكوفيد 19 والتيبكال والفيتشرز الموتيبكال الفيتشرز التيبكال هنه grand glass opacities اللي حتشينا عليها واللي تكون peripherally غالبا وتكون ايضا بالlower lobs يعني مو بس ground glass تلقى فالكاركتريستيك لها انه هي بالlower lobs وهي بالبرفرال احنا حتى اخذتها بالنمونية من تعريف النمونية انه كان غالبا يكون يعني بالlower respirator التراكت بالlower lobs زين فهذا بالقراند glass opacities تلقى تلقى بينما اكو اشياء التيبكال اللي الكوبيت اللي هي اللي هي اللي هي واللي هي واللي هي وبهي تنتهي المحاضرة يعني ادري بيها مملة وجافة يعني بس حاولت يعني شوما ما اقدر انه اطلعها طريقة اقل جفافا فشكرا للمتابعة ونلتقي